السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله لأخوة الكرام في كل مكان في هذا الفيديو الجديد والذي سوف نتحدث به عن أكثر سؤال متكرر أيهما أفضل الدراسة باللغة الروسية أم اللغة الإنجليزية هذا السؤال الكثير بيسألوني عنه سواء الأهالي الطلاب أو الطلاب نفسهم أو الناس اللي بفكر يجي يدرسوا باللغة الروسية شو بتنصحني وخاصة دراسة الطب أن أدرسها باللغة الروسية ولا باللغة الإنجليزية حتى نعرف الإجابة عن هذا السؤال خلينا نأخذ إيجابيات وسلبيات كل لغة في دراسة الطب لو بدأنا باللغة الروسية ما هي إيجابيات وسلبيات الدراسة باللغة الروسية الإيجابية الأولى لو أنت أتقنت اللغة الروسية هذا يسهل عليك التعامل مع الشعب في كافة المجالات سواء في الدراسة غير الدراسة في العملي في الشارع في أي مكان سوف تحتاج فيها اللغة الروسية لأنه كما تعلمون أنه لغة بيلاروسيا هي اللغة الروسية فكل العالم رحكمها باللغة الروسية هذه من الإيجابيات الأولى للغة الروسية الفائدة الثانية معظم المدرسين أو حتى مش المدرسين الإطباء الموجودين في المستشفى يتكلمون فقط اللغة الروسية فإذا أنت كنت على ما عرفه تامة باللغة الروسية أو على ما عرفه باللغة الروسية فسوف يسهل عليك هذا الشيء بشكل كبير جدا جدا في فهم العمل وخاصة بالمستشفيات ثالثا المرضى هنا معظمهم مواطنين بيلاروسيا وأكلهم بتحدثوا اللغة الروسية قليل جدا أنك تلاقي شخص بتحدث اللغة الانجليزية فإذا كانت لغتك الروسية تمام فرح تكون تواصلك مع المرضى ممتاز فرح تكون الفائدة أكثر ولاح تعرف شو تسأل المريض شو بيعاني وكذا فهذا ينفيدك في جمع المعلومات ومعرفة المرض اللي عنده أفضل من أنك أنت تحتاج أحيانا لحد يترجم لك مش فاهم شو بيحكي هذا المريض لأنه المريض رح يحكي بلغته العامية ومش رح يحكي بلغته الطبية هذا بشكل مختصر جدا إيجابيات اللغة الروسية بشكل مختصر جدا جدا فممكن ناس كثير عندهم إيجابيات أكثر يتركوني إيهم برضو بالتعليقات حتى الطالب المهتم يشوف شو هي الإيجابيات نيجي للمرحلة الثانية إيجابيات اللغة الانجليزية لا شك أن لغة الطب هي اللغة الانجليزية في عصرنا الحالي فبدراستك للطب باللغة الانجليزية هذا رح يسهل عليك أشياء كثيرة في المستقبل بعيدا عن الترجمة وبعيدا عن الأمور الثانية فأنت رح تدرس أو ترح دراستك كلها تكون باللغة الانجليزية من البداية فهذا بسهل عليك فيما بعد في التخصص وإلى آخره وحتى أنه تكون مصادرك متعددة بشكل كبير ممكن تشوف أي معلومة أو أي موضوع بدك في أي بلد لأنه لغة الطب مثل ما حكينا هي اللغة الانجليزية وهذه هي الإيجابية الأولى للغة الانجليزية أو للدراسة الطب باللغة الانجليزية أما الإيجابية الثانية لو قلنا عن سهولة وصعوبة اللغة اللغة الانجليزية بالتأكيد أنها أسهل بكثير من اللغة الروسية وخاصة أنك أنت بتكون عندك معلومات من المدرسة ومصادر اللغة الانجليزية بشكل عام هي متعددة وأكثر لأنها تعتبر هي لغة العالم في الوقت الحالي فلذلك هي تعتبر أسهل للطالب أن يدروس بها اللغة الانجليزية ونقطة مهمة جدا أنه لغة الانجليزية أو اللغة الانجليزية لو بدأنا بسلبيات اللغة الروسية الرقم واحد اللغة الروسية ليست من اللغات السهلة في العالم فهي صعبة التعلم فبتحتاج أنت دراسة كثيرة وخاصة بإنسانة التحضيرية حتى تستطيع أو توصل لو مستوى أنك تستطيع أو تفهم اللي هو لغة الطب لأنه أنت راح تكون تدرس طب فلغتك الروسية لازم تكون على مستوجية جدا حتى تقدر تستطيع تفهم المواد الطبية النقطة الثانية احتياجك للغة الروسية بعد التخرج وبعد تكمالك الدراسة مثلا دراسة الطب في بيلاروسيا قد لا تحتاجها في دول أخرى بعكس اللغة الإنجليزية إلا إذا كنت أنت مفكر أو احتمال أنك تبقى في بيلاروسيا أو في الدول اللي بتتحدث اللغة الروسية واللي عددهم طبعا مش قليل تقريبين 12 أو 13 دولة عادة اللي هي الدول اللي عندها اللغة الثانية تعتبر اللغة الروسية السلبية الثالثة أنك أنت راح تكون ضعيف باللغة الإنجليزية ورح تحتاج لترجمة كل ما درسته تقريبا في اللغة الروسية اللغة الإنجليزية لما تخلص أنت سنوات الطب وبالعادة هذه مش صعبة إذا أنت بكون عندك سنة امتياز بالوطن اللي أنت بتكون فيه أو بالبلد اللي أنت راح ترجع له إذا بكون عندك سنة امتياز على سنة الامتياز ممكن تلحق ترجم معظم الأشياء اللي بتهتم أو اللي مهتم فيها لأنه تقريبا لغات الطب متشابهة وخاصة لمصطلعات يبقى بس اللي هي اللغة التأمر فسنة الامتيازة دي شدهتها لنفسك ممكن ترجع لغة الإنجليزية بشكل عام وهي يعني تعتبر ميزة سلبي وإيجابية يعني مش صعبة هذا بالنسبة لي سلبيات الدراسة باللغة الروسية طيب شو هي سلبيات الدراسة باللغة الإنجليزية؟ أولا أنت البلد اللي جاي عليها ما فيش فيها ناس كثير بيحكي باللغة الإنجليزية فأنت في معظم أحيانك أو أوقاتك أو احتياجاتك رح تحتاج حد يترجم لك للغة الروسية وهذا تعتبر شوي صعب حتى في الفترة الأخيرة حتى يواجه هذه المشكلة بلجت للجماعة تعطي دروس أو مواضيع للغة الروسية أو دروس للغة الروسية حتى يستطيع الطالب التعامل مع الشعب مع الناس في احتياجاته العادية وهذه ميزة جدا ممتازة وبتساعد الطلاب بشكل جيد جدا وليس بشكل كبير يعني في الأخير في أمور رح تحتاج حدا يساعدك فيها لأنه لغتك رح تكون بطيئة والفترة اللي حتتعلم فيها اللغة الروسية رح تكون أطول لأنه بيكون درس أو درسين أتوقع بالأسبوع فهذا بيكون قليل جدا مقارة مع الشخص اللي بدرس لغة الروسية من الصبح للليل ثانيا ومثل ما حكينا بالبداية أنه أنت رح تحتاج لناس يترجمو لك من المرضى لأنه أنت لغتك إنجليزية وما رح تعرف اللغة الروسية فهذه رح تكون صعبة شوي وأنه تعامل لك مع المرضى حتى في بعض الدول للفترة الأخيرة اللي حتى الآن بيمنعوا أي طالب يدرس باللغة الإنجليزية في الدول اللي عندهم لغة أمة مثل الروسية الفرنسية أو كذا لأنه رح يكون عنده صعب أو صعوبة في تعامل مع المرضى وأنه بالتالي مش رح يستفيد شيء فبيحتاج مترجم في أي وقت فالأسف فهذه برضو كمان سلبيه فعشان كذا الواحد اللي بيجي يفكر يدرس طب لازم يشد على أو يحاول أنه يستفيد ويدرس اللغة الروسية قدر الإمكان والسلبيه الأخير مثل ما حكينا أنه اللغتك رح تكون طول الوقت ضعيف اللغة الروسية فراح بالطول الفترة هي تحتاج أنه أنت اللغة الروسية فهذا بشكل عام اللي حبيت أحكي لكم إياه هذه بعض السلبيات والإيجابيات اللي حاولت أن أحكي لكم إياها وبالأخير القرار يرجع إليك أنت أما اللي بيسأل عن نصيحتي فشو رأيك أدرس باللغة الروسية ولا الإنجليزية نصيحتي إليك صراحة اللغة الروسية أفضل إذا أنت بدك تستفيد في الوقت الحالي لأنه أنت معظم حياتك رح تكون باللغة الروسية تعاملك مع المرضى بيكون أوسع فهمك للناس بيكون أفضل فمحاضرات كلها بتكون باللغة الروسية حتى لو كان المدرس بيشرحك بالإنجليزي مش بيكون بيوصل لك المعلومة لأنه لغة الإنجليزية لغة ثانوية فاللغة الروسية بتكون أقوى كثير بكثير بكثير من أنه يشرح لك بالإنجليزي هذا ما أحببت أقوله بالنسبة للغة الروسية لأنه اللغة الإنجليزية ممكن أنت تتغلب عليها في خلال سنة في ظرف سنة في اللي يسنت الامتياز فالقرار وحرية الاختيار أكيد بيرجعها إليك أنت عادة عن معلومة مهمة برضو تقريبا أنه دائما اللغة أو القصة السنوي للدراسة الطب بيكون أغلى باللغة الإنجليزية من اللغة الروسية لنفرض مثلا إذا الدراسة باللغة الروسية سعرها 3000 دولار اللغة الإنجليزية بتكون تقريبا 3800 دولار بالسنة فالقصة الجامعة برضو بيكون أغلى هذا ما أحببت أن أقوله في هذه الحلقة وإن شاء الله تكون استفدتم وبالأخير كل واحد له حرية للاختيار ويختار الأشي المناسب إليه والأفضل لهم وأتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ما ينسى يكتب ليهم إما بالتعليقات أو على الواتس أب الظاهر عندكم على الشاشة وحتى توصلك مواضيع جديدة بشكل عام عن بلاروسيا لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلك أي فيديو بنزله بشكل مباشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته